أنا لا أعرف يعني إحنا عندنا بالعراق ليش دائماً الخلاف السياسي نحوله إلى خلاف شخصي يعني الآن مثلاً محاولات عزل السيد مقتدر الصدير للسيد المالكي ليش نعتبرها شخصية يعني ليش ما نعتبرها سياسية ليش ما نعتبرها واقعية ليش ما نعتبرها عملية يعني ليش هاي واحد الشيء الثاني من قال أن السيد مقتدر الصدير يقبل في عملية تقدم كذلك عزم عند فيثو علي لأنه يعتبر عزم ممثلين للإرهابيين في العراق وخميس الخنجر رجل معروف هو صاحب شعار قادمون يا فقداد بس سيد مقتدر الصدير ما عنده مشكلة مع خميس الخنجر أستاذ نزار ما عنده مشكلة مع خميس الخنجر ما عنده مشكلة مع تقدم ما عنده مشكلة مع الأحزاب الكردستانية أيضاً عنده مشكلة فقط مع المالكي ما عنده مشكلة لا عنده مشكلة عنده مشكلة من أول يوم من أول يوم الرجل خلى بيته على ثلاثة شخصيات السيد المالكي السيد الخزعلي وخميس الخنجر دولة ثلاثة على قيس الخزعلي أيضاً خلى بيته سيد نزار خلى بيته على قيس الخزعلي ما اليوم التقى بقيس الخزعلي على هؤلاء الثلاثة ما التقى هو بيسأل الخزعلي أنت إذا تقرأ تقرأ الخبر الذي نشره المكتب يقول أن السيد مقتدى الصدر استقبل رئيس التحالف هادي الحامري ورئيس هيئة الحجد الشعبي أنت قرأت الخبر لو ما قرأت الخبر لا قرأته ما ذكر أصلاً ما ذكر لا الخزعلي ولا غير الخزعلي هذا أولاً الشيء الثاني أعود وأقول يعني عندما يضع السيد المقتدى الصدر أو أي واحد يعني أي زعامة سياسية تضع بيته على زعامة سياسية أخرى يعني ليش بالضرورة لازم تكون قضية شخصية ليش يعني طيب دي قنعني ليش مو شخصية قنعني ليش مو شخصية أنا ليش أستقبل الكل أستقبل الكل وما أستقبل المالكي مع أنه هو منتصر أنا أنا الآن أحييلك إلى التغريدة التي نشرها السيد مقتدى الصدر قبل حوالي شهرين أو أشهر والتي تحدث فيها عن عسرة أسابيع والتي تحدث فيها عن حزب الدعوة وساقعتها معاته للسيد المالكي قال أن السيد المالكي ثبث لنا أنه تعاون مع المحتل تقول لي منه اللي ما تعاون مع المحتل طبعا القاعدة المنطقية تقول لا هذا يعزز هذا يعزز نظريتي تغريدة إذا تترجع لتغريدة السيد مقتدى الصدر وصالح محمد عراق اللي هاجم بها حزب الدعوة وهاجم بها السيد المالكي هذا يعزز نظريتي اللي تقول لك أنه السيد المالكي أو السيد مقتدى الصدر هو من يشخصني الأمور ويسعى إلى حكومة يعزل من خلالها المالكي كما قلت يعني عندما يسوق يسوق في تغريدته الأسباب الموجبة في القوانين والتشريحات يسوق الأسباب الموجبة وقفه من السيد المالكي يعني ليش تسميها أنت شخصنا ديك يعني العان هناك كثير العان هناك كثير من المواقب السياسية مثلا واشنطن الآن إدارة الرئيس بايدن عدها موقف من شخص محمد بن سلمان ولي العهد السعود هل هو موقف شخصي هم يتهمونه بأنه يقف مباشرة خلق قتل وعذابة وتغييب جمال خاشقتي السعودي خاشقتي هذه ليس قضية شخصية هذه ليست قضية شخصية اليوم أكو منظمات دولية ترفض التعاون مع المملكة العربية السعودية وكنا شفنا مثلا شلون عندما حاولت المملكة العربية السعودية الشراء أحد النواد البريطانية أقاموا الدنيا ولا يقعدوها هذا ليس موقف شخصي عدهم مبررات عدهم مبررات هل هذه المبررات صدق شذب نفاق صحيحة غير صحيحة بالنتيجة عدهم مبررات السيد مقتدى الصدر عنده مبررات يسوقها يقول أن من مصلحة العراق ومن مصلحة الشعب العراقي أن يذهب السيد المالكي إلى المعارضة هو لا يريد إراءه طيب خلينا أعكس لك يا أستاذ نزار وكثير من المواطنين العراقيين وكثير من الناس وكثير من الشارع العراقي أيضا يشوف المصلحة بأن يذهب السيد مقتدى الصدر إلى المعارضة والإطار التنسيقي هو من يشكل الحكومة أنا أتحدث عن هذا التناقض عن فرض وجهة نظر المالكي لن يشارك يعني منه هيتش رح نمشي إذا قال الصدر قال العراق يعني خلص لازم نمشي بالقزقصة بعد نحن الآن ما نتحدث عن الشعب العراقي لا تقول لي كثير من العراقيين إذا نريد نتحدث عن كثير من العراقيين فمثل ما تفضل الضيف الكريم 85% من العراقيين لم يشتركوا في هذه الانتخابات يعني ليس لهم أي ثقة بالعملية التي تعمروا من فيها فلا تحاجيني بالشعب العراقي ولا تحاجيني بالأغلبية العراقية لا هسأ رح أثبت لك هسأ رح أثبت لك أنا عندي استطلاع هسأ رح أثبت لك لا لا أنا أتحدث أستاذ نزار إذا سمحت لي خليكو يا لا لا خليني بس أبس أوضح لك هذه الفكرة على شون استندت بالحديث عن الشارع العراق أنا قد أمي الاستطلاع الآن دا يمشي اللي أطلقته ببداية الحلقة لا المالكي عنده جمهور المالكي فريق اللي طار عندهم جمهور وهسأ رح أفاجأك بختام الحلقة بذكر نتائج الاستطلاع خليكو يا أستاذ نزار خلينا نرجع للأستاذ عباس العرداوي عزيزي لا 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 اسمح لي اسمح لي حفوا عزيزي من قال أن المالكي ما عنده جمهور صدام حسين عنده جمهور بالعراق صدام حسين عنده جمهور ما عنده جمهور وليش تقارن صدام بالمالكي لا ما مقارنة أنا أردقول الجمهور ليس دليلا الآن أكون جمهور يريد بقاء القوات الأمريكية أكون ما ماكو وأكون جمهور يقول يجب أن أكون جمهور أكون جمهور تظاهرة في العراق ورفع شعار إيران بره بره أكون ماكو أكون جمهور خرج في مظاهرات ورفع شعار كذاب كذاب نور المالكي كذاب نسيناها لو نتذكرها قل أقول لك فد ملاحظة أضيفة فد حقيقة حقيقة شوف القصة أخي العزيز أستاذي العزيز القصة كلها أن الإطار أراد أن يشكل قطب ثاني من قطب راحة ثاني إلى جانب السيد مقتدى الصدر والتيار الصدري حتى يكون البيت الشيعي قطبين ويؤثرون في كل خطوة من خطوات من الخطوات الدستورية القادمة هاليوم هاليوم السيد مقتدى الصدر حسم هذا الموضوع الآن في المكون الشيعي قطب راحة واحد اسمه مقتدى الصدر